اعتقد ان احنا عندنا جماعات زي ما حراك قلت جماعات تكنولوجية عشر جماعات تكنولوجية خاصة وفيه اعتقد عدد مماثل لهم او قال شوية جماعات اهلية او جماعات اقامتها الدولة الجماعات التكنولوجية الحكومية اللي ابتدت في عام بقرون 72 ابتدت في 2019 بثلاث جماعات الكهرة الجديدة والدلتة التكنولوجية وبنسوف التكنولوجية وكانت هذه الجامعات تحتوي على كلية وحيدة اللي هي كلية الصناعة والطاقة اللي هي يعني منقدر نقول اقرب ما يكون الى التكنولوجيا الهندسية بتخصصاتها الموجودة اللي بتختلف من يعني مش هنرجع بقى للتقسيمات العادية كهرباء وميكانيكا والتقسيمات العادية دي في الكلية الهندسة لكن الى الميكاترونيكس الصناعات المغازية للسيارات الأوتوترونيكس الطاقة الجديدة والمتجددة الاطراف التعوضية طبعا الكمبيوتر التكنولوجي التكنولوجيا الكمبيوتر بكل تخصصاته شبكات أمن سايبراني اكتر من برنامج موجود تحت هذه الجامعات بعدين بسنتين تم افتتاح سبع جامعات أخرى متوزع برضو زي ما حضرتك اشارت على مصر كلها أسيوت طيبة فلقصر شرق برسعيد في سينة نفسها برج العرب في أقصى الشمال الغربي ستة اكتوبر موجودة من كامات حكومية حكومية دي خش في التنسيق هي خش في التنسيق هي بتقبل طلاب سانوية عامة بس لا لا بتقبل الاتنين طلاب الثانوي العام والثانوي الفني بتخصصاته المختلفة وبنراهي أكتر ان احنا ندي فرصة لابناءنا من الثانوي الفني بيبقى لهم نسبة أكبر طبعا مع مراعاة للتخصصات المطروحة زي ما قلنا لحضرتك دي التخصصات بتبقى مهنية أكتر من انها تبقى التخصصات أكاديمية كما في الجامعات العادية يعني تلاقي مثلا برنامج التبريد والتكييف في إحدى الجامعات برنامج صناعات الأغذية برامج عن التكنولوجيا النقل يعني مش هتلاقي البرامج هي بتتميز باختلافها عن الجامعات التقليدية هل مزيد من التطبيق التطبيقية يعني ده شرط أساسي على أي أساس بتحطه التخصصات هل رجعنا بالعكس احنا بنشوف سوق العمل محتاج إيه بنشوف المصانع الشركات المختلفة محتاجة إيه وبالتالي بنحط التخصص اللي مفروض مطلوب وندرسه دا يمكن حدك أشارت يعني بالزبط في النقطة اللي بنبتدي بها دايما يعني مجهة التوجيه الرئاسي مثلا إن احنا نتوسع في هذا النوع من التعليم جامعة لكل محافظة أو يعني إحنا بحاجة مثلا لسه يجي 17 جامعة نقول مثلا فيه ثلاثة على اتنين ابتدوا واحدة على الطريق بتاخد موفقات مجلس الوزراء وفيه لسه طلبات للبعض الآخر والبعض تم مسحه الأراضي بتاعته التخصص بنبتديها ازاي احتياجات الدولة يعني أول حاجة عندنا الوظائف الوحتياجات الخاصة بكل إقليم يعني الأقاليم اللي في مصر من القاهرة اسكندرية الدلتا قناة السويس شمال وسط جنوب الصعيد بنشوف الاحتياجات الخاصة بكل إقليم والصناعات المتواجدة فيه ده مش هو ده العامل الوحيد فقط الاحتياجات أخرى اللي بنشوفها من التعبع العامة والإحصاء إيه الوظائف اللي مصر بتستورد عمالة من الخارج فيها أنا فهمت كمان إن الجامعات بتبقى قريبة من مناطق الصناعية علشان يبقى فيه نوع من الانواع ده أساسي في بعض خصوات لازم تبقى قريبة عشان جزء العمل يوفى برضو عنا مش بس على السوق المحلية بنتكلم برضو على السوق الخارجية يعني إحنا برضو بنشوف الوظائف اللي فيه احتياج في المستقبل القريب اللي موجودة في العالم الخارجي في السوق الأوروبية في السوق الخارجية إيه الوظائف المطلوبة لأن احنا الخارج بتاعنا مش بس عشان مصر إحنا بندور يبقى لنا خارج قادر على دخول سوق العمل فيه محليا وإقليميا ويعني أوروبا وخارجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر